اشتركوا في القناة 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 عددها قد ايه? العدد هنا طلع تمانية واربعين غرزة. ببدأ اقسم التمانية واربعين. بعملها على الالحاس بقى اشوف التمانية واربعين على التلاتة لان احنا اتفقنا ان احنا بنقسم آآ تلات اجزاء. والجزء اللي في النص هيكون هو بتاع الحردة. فآآ على التلاتة هيطلع لي الناتج ستاشر غرزة. فهبدأ اعد بقى الغرز هنا كده. هنبدأ هنا نعد واحد اتنين تلاتة اربعة تلاتة اربعة اربعتاشر خمسطاشر ستاشر وهاجي عند الغرزة رقم ستاشر ديت وهحط فيها علامة. ومن بعد العلامة ديت هبدأ اعد ستاشر كمان. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر، ستاشر وبعد الستاشر دول كده الستاشر دولت بتوع حاردة الرقبة فانا هحط العلامة عندي في الايه? في الغرزة اللي بعديه. اللي هي بداية الستاشر بتوع الكتف بحيس ان انا بين العلامتين دولت هيكون عندي ستاشر غرزة يعني وطبعا انا مش بعدي الاعمدة انا بعد الغرز لان انا شغلي هيكون جوه الغرز دي فبعد بالغرز افضل عشان ما اتلخبطش فانا من العلامة دي للعلامة دي لو جيت عد العلامات اللي بينهم هيكونوا مفروض عددهم 16 طيب بعد كده بحتاج ان انا اشوف النص بتاعهم بالزبط فين لان الحر ده طبعا بتبقى لازم بعملها في النص تماما فانا هنا عدد الغرز عندي 16 يعني عدد زوجي فالنص بتاعهم هيكون فيه غرزتين اللي هي الغرزة التمنى والتسعة لو جيت عددهم كده هيبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى عندي دي الغرزة التمنى هيجي عليها هي والغرزة التسعة وهحط برضو فيهم على هنا لان العدد الغرز هنا عندي عدد زوجي طيب لو انا العدد الغرز عندي فردي يعني مثلا لو هم 17 غرزة فانا هعد تمانية وهحط علامة بس على الغرزة التسعة بحيث يبقى على يمين تمانية وعلى الشمال تمانية بعد كده هنبدأ ننفذ خطوات عمل حردة الرقبة فحردة الرقبة برضو هنشتغل بغرزة المنزلقة وهنشتغل بارتفاعات الغرز زيها زي حردة الكم مع فرق بس ان احنا ارتفاعات الغرز هنشتغلها في البداية وفي نهاية الحردة وكمان غرزة المنزلقة هتبقى في النص الحاجة التانية عندي ان انا ارتفاعات الغرز ديات هعملها من خلال سطرين او هكررها في سطرين لان انا عندي هنا حردة الرقبة بيكون الكرب بتاعها اوسع شوية من حردة الكم اللي احنا كنا اشتغلناها وخلصناها في سطر واحد فعشان كده انا هشتغل ارتفاعات الغرز من خلال سطرين طيب لو جيت ابدأ بقى هنبدأ نشتغل من اول السطر هنا كده بنشتغل اعمدة عادية خالص لغاية ما بنوصل للعلامة وبنشلها وبنعمل مكانها عمود بلفة وبعد كده هنبدأ ننفذ خطوات الحردة نبدأ بقى كده ننفذ الحردة احنا قلنا ان احنا ارتفاعات الغرز هنعملها من خلال سطرين فعشان كده انا في السطر الاول ده هسيب اول عمودين اللي هما اول غرزتين هنا اللي عليهم الدور اللي احنا هنبدأ فيهم الحردة هنشتغلهم عمود عادي ومن عند العمود الثالث او الغرزة الثالثة دي هنبدأ نعمل ارتفاعات الغرز يبقى انا كده عندي غرزتين عمود بلفة في اول غرزتين بتوع الحردة هنرجع بس نحط العلامة هنا كده بعد ده الاخر عمود عملناه فهنحط العلامة هنا كده بحيث برضو ابقى ميزة مكان بداية الحردة هنبدأ بقى هننفذ ارتفاعات الغرز هنبدأ باول حاجة غزة العمود بلفة وبعد كده بنعمل غرزة النص عمود وبعد كده بنبدأ نعمل غرزة حشو بعد كده انا خلصت خلص ارتفاعات الغرز هنيجي بعد كده هشوف الغرز اللي متباقية لغاية نص الحردة فهلاقي الغرز اللي متباقية عندي واحد اتنين فهنشتغل على الاثنين دول غرزة منزلقة والغرزتين اللي انا حط عليهم العلامة برضو هيبقى عليهم غرزة منزلقة وهبدأ اكرر نفس الخطوات دي بس بالعكس يعني من بعد العلامة هنعمل اتنين منزلقة وبعد كده اعمل ارتفاعات الغرز وبعد كده اعمل العمودير اللي هما كانوا في البداية فنعمل كده واحد اول واحدة هي غرزة منزلقة ودي التانية وبعدين نشيل العلامة ونعمل الغرزتين منزلقة طيب بعد كده هنعمل اتنين برضو منزلقة وبعد كده هنبدأ نعمل ارتفاعات الغرز لكن هنبدأ المرة دي بغرزة الحشو وبعد كده غرزة النص عمود وبعد كده غرزة العمود بلف بعد ما بخلص ارتفاعات الغرز هنعمل اتنين عمود زي اللي احنا عملناهم في بداية الحردة وبعد كده هلاقي ان انا وصلت عند العلامة اللي هي بتاعة نهاية الحردة هنشيل العلامة دي وهنعمل مكانها غرزة عمود وهنحط العلامة تاني بعد ما نعمله بعد كده بكمل بقى بقية السطرة عندي بكمله عمود بلفة لغاية ما بخلص وبعد كده برتفع اتنين سلسلة واشتغل برضو عمدة لغاية لما بوصل للعلامة دي تاني وصلت عند مكان العلامة هبدأ اشيلها وهعمل مكانها غرزة عمود ومن بعدها مباشرة هنبدأ نعمل ارتفاعات الغرز فمن بعدها هنبدأ نعمل غرزة عمود اللي هي اول حاجة في ارتفاعات الغرز وبعد كده هنعمل غرزة نص عمود وورده قبل ما ننسى هنحط العلامة هنا هوت عشان افضل معلمة بداية الحردة عشان العلامة دي هتساعدني ان انا لما باجي ارتفع بقى بعد ما بخلص خلاص خطوات الحردة ابقى عارفة ان انا هقاف عند المكان ده بعد كده اخر حاجة كانت غرزة الحشو وورده هنا هنعمل بقى بعد الحشو هنعمل آآ غرزة منزلقة وبعد كده هقلب الشغل وهبدأ ارجع لغاية مكان العلامة ديت بغرزة المنزلقة فهرجع اشتغل كده على الحشو اعمل عليها منزلقة وبعد كده النص عمود اعمل عليها منزلقة واوصل للغاية الغرزة اللي هي فيها العلامة هعمل عليها برضه منزلقة وهشيل العلامة وهتفع اتنين سلسلة وبعد كده هبدأ اشتغل بقى آآ بقية الغرز هشتغل هرجع عليها تاني بالشغل برضه هنحط هنا العلامة عند اول عمود عندي وبنستمر طبعا في عدد السطور لغاية لما بوصل لطول الحر ده اللي محتاجة واوصل لغاية خط الكتف اشتغلت عدد من السطور لغاية لما وصلت الارتفاع الكم ووصلت عند خط الكتف وبعد كده آآ بنبدأ آآ نشتغل غرزة سلسلة وبنهي الشغل بتاعي وبقطع الخيط وبعد كده هاجي عند الناحية التانية من الشغل وهقوم برضه اشبك فيها الخيط من البداية خالص وهشتغل نفس الخطوات اللي انا عملتها وصلت كده عند العلامة وقمت شايلها عملت مكانها عمود والعمود التاني وبعد كده حطتها تاني في نفس مكانها كده انا عملت اول عمود في الارتفاعات الغرز هقوم عملة بعد كده نص عمود وبعد كده هعمل آآ غرزة حشو وبعد كده هنعمل منزلقة ونقوم لفين ونقلب الشغل بتاعنا هنرجع بمنزلقة لغاية الغرزة اللي هي فيها العلامة ديت فهنرجع آآ منزلقة كده عند غرزة الحشو وبعد كده هشيل العلامة هعمل آآ منزلقة على الغرزة دي وبعد كده هرتفع اتنين سلسلة ويبقى دوت آآ بداية السطر وهقوم حط العلامة تاني هجيبها هحطها ان هو عند الاتنين سلسلة عشان هو ده المكان اللي انا هعمل فيه لما خلص السطر وارجع تاني السطر هيكون ده آخر عمود عندي في السطر التاني ونشتغل بقى عمدة آآ لغاية نهاية السطر هنا كده وبعد كده هقوم آآ رفها وهطلع وهشتغل هيكون هو ده الشغل بتاع الكتف التاني زي ما انا اعملت في الكتف الاولاني بالزبط هيكون نفس عدد السطر بيكون دوت الشكل النهائي لحردة الرقبة الامامية الحردة العادية خالص وبعد ما خلصت وارتفعت آآ لغاية ما وصلت خط الكتف دوت بيكون شكل حردة الرقبة الامامية لو انا شغالة على آآ شغل مقفول من الامام علشان اعمل بقى حردة الرقبة بالشكل المفتوح لو انا هشتغل جاكت وهعمل لي آآ زراير ففي الحالة دي جزء الامام عندي بيكون قطعتين زي ما احنا وضحنا في الاول هنا كده احنا وضحنا الشغل لما الحردة هتكون قطعة واحدة والشغل هيكون مقفول دلوقتي هنشرح لو انا هشتغل على شغل مفتوح زي ده وطبعا انا بشتغل الامام بيكون قطعتين والقطعتين دول بيكونوا مراية البعض بمعنى ان انا بشتغل الحردة هنا لو الحردة هنا على يمين الشغل يبقى في القطعة التانية الحردة هتكون على على شمال الشغل ونفس الكلام بالنسبة لحردة الرقبة طيب في الشغل عندي هنا انا اشتغلت عدد من السطور وصلت للحردة بتاعت الكوم وعملت حردة الكوم وبدأت ارتفع الارتفاع وطبعا حسبت حساباتي وشفت طول حردة الكوم قد ايه وشفت آآ نزول بتاع حردة الرقبة قد ايه وبدأت اطرحهم من بعض عشان اعرف عدد السطور او العدد او المسافة اللي انا هحسبها بتاعت حردة الرقبة وطلع عندي ان انا هشتغل لغاية هنا حاجة كمان عايزة اقولها ان انا بداية حردة الرقبة ممكن آآ تزبط معايا السطور ان هي هنبدأ السطر اللي هعمل فيه حردة الرقبة اما من عند حردة الكوم او من عند الجزء اللي هو ايه آآ الجزء اللي هو المقفول دوت طيب انا الوقتي السطور عندي زبطت ان انا لشغل بتاعي هيبدأ من الناحية التانية مش من ناحية حردة الكوم فهشرح الوقتي ازاي هعملها والا انا هعملها الخطوات اللي احنا هنمشيها ديت لو انا الشغل عندي بادئ من هنا هنمشي الاول السطور وهنعكس الشغل بتاعنا اول حاجة هبدأ اعملها ان انا بحسب المقاس بتاع حردة الرقبة هيكون قد ايه من المسافة ديت وطبعا زي ما احنا قلنا في الاول لو نرجع تاني للصورة قلنا ان احنا في الحالة ديت لما كنا شغالين هنا كنا مقسمين المسافة ديت اه تلت اقسام وكانت حردة الامام كانت وقت القسم اللي في النص اه لو انا اشتغلت على النص الشغل هيكون عندي حردة الرقبة هتبقى تلت والكتف هيكون تلتين فانا هيقيس المسافة ديت اللي هي تبقى عندي هنا نص عرض الكتف هاقيسها على الشغل بتاعي هعد الغرز هنا كده هشوف عدد الغرز بتاعتي هنا قد ايه وهبدأ اعملهم اه تلت اقسام قسمين منهم اللي هما نحية حردة الكمة هيكونوا للكتف والقسم التالت دوت هيكون اللي هعمل فيه حردة الرقبة بتاعتي عدد الغرز هنا لما حسبتها طلع ان هما اربعة وعشرين غرزة وطبعا لما اه اللي اربعة وعشرين غرزة دولت هقسمهم على التلاتة هيبقى عندي تمن غرز يبقى انا حردة الرقبة هنا هيكونوا تمن غرز والكتف هنا هيكون عندي ستاشر غرزة فنبدأ نحسب التمن غرز بتوع حردة الرقبة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وطبعا زي ما قلتلكم احنا بنحسب بالغرز مش بالاعمدة عشان الغرز دي هي اللي هشتغل فيها فنتأكد كده تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى داي كده نهاية الحردة ممكن نخليها كمان في الغرزة اللي بعدها على اساس من التمنية دول هما اللي هعمل فيهم شغل الحردة ومن بعديها هيكون الكتف يبقى الجزء ده كله بتاع خط الكتف طيب انا الشغل عندي هنا بدء من الناحية دي فهبدأ ارتفع سلسلة وهقلب الشغل بتاعي قلنا في حردة الرقبة ان احنا بنعملها ارتفاعات الغرز بنعملها على سطرين فلو انا هشتغل السطر الاول ان انا هعمله ده بسيب اول الغرزتين دولت عشان دول اللي هعمل عليهم ارتفاعات الغرز في السطر التاني وبيبقى عندي واحد اتنين تلاتة دول عليهم ارتفاعات الغرز واحد اتنين تلاتة اهم لغاية هنا وبعد كده التلاتة دولت هيكون عليهم منزلقة انا ارتفاعت سلسلة فبسيب اول واحدة دي وهدخل هنا كده يبقى انا هعمل هنا كده منزلقة وفي اللي بعدها كمان هعمل منزلقة يبقى كده هنبدأ باتنين منزلقة وبعد كده هنشتغل ارتفاعات الغرز غرزة حشو وبعد كده غرزة نص عمود وبعد كده غرزة عمود بعد كده بنكمل دولة عمودة عاديل وبنكمل لغاية نهاية السطر العلامة ديت هنقلها في السطر اللي فوقيها بالشكل دوت بنيجي عند السطر التاني بنشيل العلامة وبنشتغل مكانها غرزة عمود وبعدها بنبدأ نعمل ارتفاعات الغرز هنعمل غرزة عمود بلفة وهنا هنقوم حطين العلامة تاني وبعد كده هنقوم عاملين غرزة نص عمود وبعد كده غرزة حشو وطبعا بعد كده بعمل غرزة منزلقة وبقوم قلبها الشغل وبرجع تاني على الغرز اللي هي ارتفاعات الغرز دي اعمل منزلقة عليها تاني لغاية ما بوصل للغرزة اللي فيها العلامة بنقوم شايلينها وبنعمل فيها غرزة منزلقة وبعد كده من عندها هرتفع اتنين سلسلة وهبدأ اشتغل بقى غرز آآ عمود بلفة رايح وجايل لغاية لما بوصل لارتفاع الكتف لغاية لما بوصل لغاية خط الكتف بيكون كده خلص معانا شكل حاردة الرقبة لو انا شغالة على الجزء اللي عندي الامام مفتوح وبكون اشتغلت لغاية ما وصلت لغاية خط الكتف ده كده شكل الرقبة الاساسية طبعا لسه معانا اشكال تانية للرقبة زي ما احنا قلنا قبل كده ان انا عندي الرقبة اما انها بتكون شكل مسلس او مربع او الشكل اللي هو الدائري اللي هو الاساسي ده اللي احنا شرحناه تابعوا معايا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنبدأ نشرح اشكال الحاردات الرقبة المختلفة وهنوضح طريقة عملها برضو لو انا شغالة على شغل مفتوح او شغل مقفول زي ما وضحنا في الجزء الاول من الفيديو لو عجبكم الفيديو ده تعملوه لايك وشاركوه مع اصحابكم اللي مهتمين بتعليم الكروشي وبيحبوا ويتعلموا الحاردات او عاوزين يعرفوا طريقة عمل الحاردات كمان ممكن تشتركوا على القناة تعملوا سبسكرايب او اشتراك عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها وبعد ما تعملوا اشتراك اضغطوا على الجرس اللي بيظهر جنبيه بحيث يديكم اشعار اول ما ينزل فيديو جديد او يتحمل فيديو جديد للقناة يوصل لكم اشعار وتقدروا تشوفوه واشوفكم في حلقة جديدة وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته